نحكي عن المنجمينت للديسيديو أستيد عادةً مثل ما أخذته بالكورسات السابقة والمساقات اللي بسنة تانية الديمنشنز للديسيديو أستيد عادةً برودر كونتكتس إلها كونتكتس أعرض من البرمننت دينتشن كمان البلب جامبر عادةً بتكون أكبر مقارنةً بحجم الكراون فبالتالي هاي الاختلافات عن الأسنان الدائمة بتخلي الديجين ديفولوبمنت أسرع إنها يصير لها بروغريشن وتوصل البلب بشكل أكبر من الأسنان الدائمة مهم جداً لأنها ممكن تأدي لحدوث كراونتك في البرمننت تيث واخدتوها تلكلام برضو بالمرفولوجي والليوي سبيس وكيف إنه إحنا لازم أو بيشد بريزيرب لذا سبيس مكان الفيرست والسيكان ديسيديو أس مولرز عشان نحفظ المسافة للفيرست والسيكان بري مولرز يرح يطلعوا بعدين فلازم نحط في بالنا خلال المنشمنت إنه ما بدنا نبطر نعمل إكستراكشن لإحدى البرايمري تيث كمان ما بدنا نعمل ترومة للطفل يخاف من البين اللي ممكن يشوفه في العيادة أو البين اللي بييجي نتيجة الإحمال في علاج السن لأنه هو خايف من دكتور إسنان أو ييجي ويصير له خوف من دكتور إسنان بدنا ننتبه إنه هاي اللي ترومة ممكن للأسف تستمر معه طول عمره وتأثر على رغبته بعلاج أسنانه طول حياته فبدنا ننتبه ما نسبب له هذا الكلام وإذا كان الريدي عنده نحاول نعمل بهيفير منجمت نخفف من أثرها بدنا ننتبه كمان إنه الألم اللي بيحس فيه الطفل خلال المنجمت كمان هو دسترسينج للبيرنس مش فقط للطفل خلال المنجمت لازم نكون مراعيين كل هاي الأمور هلا أكيد سمعتوا بموضوع البدياتريك ريستورتف كير تحت الجنرال أنستيزيا أو أكيد حدا من أرعيبكم أطفال أخوتكم أو حدا بتعرفوه دخل عمليات أو جنرال أنستيزيا وعملوا له كل أسنان إذا سمعتوا فيها شو رأيكم فيها هاي التكنيك؟ هلا هي بني حدا الأطفال مش متعاونين بس أتوقع لازم إنه نتجنبها عقد ما نقدر لإنه الجنرال أنستيزيا مش إشي سهل برافو صحيح مايا شكرا ونحليها شي ثاني إنه مش تكون البريوريتي تبعتني ونتجي عليها مباشرة بالضبط هلا زي ما حكيته هي مش أول خيار طبعا لازم تكون مش يلا أجيبوا كل هالأطفال ونزلوهم جنرال أنستيزيا أولا لإنها الجنرال أنستيزيا مش شيء سهل فيش داعي نعرض الطفل لهاي التجربة ثانيا فقط للأطفال فعلا اللي هم بحاجة فعلا اللي بيكونوا مش كوبريتب بالمرة صعب فشلة كل البيهيفيور منيجمنتز اللي في العيادة يعني لازم تكونوا جربتوا معهم كل البيهيفيور منيجمنتز وعلى عدة جلسات بالتعاون مع أهلهم طبعا فللأسف الأطفال اللي بفوتوا تحت الجنرال أنستيزيا عشان يملوا كل أسنانهم من بلبوتوميز وبالبيكتوميز والسيني سيستيلي كراونس انفورتشينتلي إحنا ما بنكون غيرنا المنتاليتي للبيرنس والطفل ما بنكون أثرنا على الأتيتيود تبعهم تجاه الكيرس كنترول فغالبا إذا بتنتبهوا على هدول الناس اللي بفوتوا كلهم جنرال أنستيزيا معظمهم برجع بصير فيلر لهاي التريتمد كتير جزء كبير بصير له فيلر كمان مرة وبيرجعوا بيصلحوا كتير مرات للأسف المسؤولية تلقى على الطبيب يعني لما خلص ياخد الطبيب الطفل ويفوت فيه على الجنرال أنستيزيا وبلش هو يشتغل فهو زي كأنه حمل حاله المسؤولية خلاص هو صار انشارج بالنسبة لهاي الكيري وسليجنز فللأسف نوعا ما ممكن الأهل يركنوا أو فيما بعد يسرع من حدوث الفيلر بهاي الحشوات أنا مش معها طبعا هي آخر خيار في بعض الحالات لازم نعرف أنه ممكن لما نبلش بالمناجمت شو بدنا نحط في بالنا أول شيء؟ أول شيء البين إذا فيه بين عند هذا الطفل إذا هذا الطفل عنده كيري وسليجن عاملة انفولفمنت بالبلب أو البلب انفولفت وصار فيه بين عند الطفل هو رح يكون البريوريتي الأولى أول شيء لازم نعملون نعمل منجمت على البين لأنه الأطفال اللي بيكون عندهم ممكن شعور البين سيء أولا ممكن يسبب لهم تراما فيما بعد للأسف عدم تعاملنا مع هذا البين ممكن يؤدي فيما بعد للإكستراكشن لهذا السن كمان فيما بعد الكافيتاتي ديجنز اللي ما فيها بين يعني هو مش بس إذا أجو يشكوا من بين لا شفنا في كافيتاتي ديجنز بدون ألم ولكن إحنا عارفين إنها وشايفين من الكلينكال سيكيوشن إنها مش كلينزة بل البوزيشن اللي إلها مش سهل للتنظيف مثلا فهون بنكون عارفين إنه البروغرس تبع هاي ديجنس رح يضل مستمر ويوصل للأخير للإنفولمينت للبنب فلازم ثانيا نركز على الكافيتات ديجنس حتى لو كانت بيل فري طب شو الأوبشنز اللي ممكن نستخدمها خلال المنجمينت للأطفال أولاً بهاي الحالة أو بيسموها ما بنستخدم ما بنعمل ما بنحط ما بنشوف يعني الكونفنشنال دينتا تريت مت اللي احنا بنعرفها هلأ بنشوف مثال عليها الثاني option إذا بتتذكروا مرة حكت لكم عن الهال تكنيك أو الهال إنه بنحط بهاي الطريقة إحنا ما بنعمل ريموفل الكيريز إحنا بس بنحط بنعمل سيلنج أبوف دا كيريوز ليجن هذا option من المنجمينت في الأطفال الابشن الثالث زي اللي بيصير بالأدلت اللي حكينا عنهم مبارح اللي بنستخدم فيهم سيليكتف تكنيس عشان نشيل جزء من الكيريوز ليجن والطريقة أو المنجمينت الرابعة اللي هي النن سيليكتف أو الكمبيت كيريز ريموفل آن ريستوريشن أوكي النوكيريز ريموفل اللي بنعتمد فيها فقط على إنه نخلي الليجن مور أكسسابل للكلينيج هاي الأبروتش عادة ممكن تلقوها في بعض الكتب as non-restorative cavity treatment الريشنال هون هي إيش إنه نفتح الكافيتي make it more accessible عشان البيرانس يعملوا بلا كنترول وإن الكافيتي هز بين أوبن فلورايد فارنش is used أو applied على الكيريواز دنتين الفلورايد فارنش بتذكروا حكينا ممكن نستخدم يوصل تركيزه ل5% من الصوديوم فلورايد سليوشن أو ممكن نستخدم جل 2% حسب فنعملوا ابنيكيشن في ديب كافيتيز ممكن إحنا نحط لير من الجلاس أي نومر سمنت عشان نخفف من السنستيفيتي إذا كانت ثري ديب هون الأبوين لازم ننصحهم أو نعلمهم كمان كيف يعملوا مينتنانس للبيفلم بشكل منتظم يوميا باستخدام فلورايد كونتينيك تورث بيست هاي مثال عنا هون كيف كانت الليجن إذا انتم منتبهين هي مينما الليجن ولكن لو بدنا نعمل هاي كافيتي كنا رح ناكل أكتر من السن عشان نعمل ما بنضمن اش ضمان أو ما بنضمن عفوا تعاون الطفل خلال التريتمين هل رح يسمحلي أضل أشتغل في السن لسه بدنا ناخد إذا بدنا نحط كنم إذا بدنا نعمل مويستر كنترول فما بنضمن هاي الأمور شو عملوا عملوا للحفاف للأندرمايند زي ما احنا شايفين فتحواهم خلوهم مور أكسيسابل للتنظيف وعلموا الأبوين كيف ننطفوهم بعد ست شهور صار الكيريوست لجن عادة عادة الأطفال اللي بي عندهم نيرفوسنس من الدنتال تريتمين اللي بيخافوا اللي بيتوتروا من عيادة الأسنان كتير مناسبة هاي الطريقة لأنه أصلا مش رح نضطر نعطي أنسيزة فعليا إحنا بس بنفتح على السباس وبنخلي أكسيسابل للتنظيف يعني هاي الطريقة مش دائما رح تضمن لك إنه يصير 100% للكيريز ولكن أتليست تعمل كتير مرات بصير الكيريز بس بالمرات التانية بصير بحيث هذا السن يضاين معاي لحد ما يصير نورمال وبيكون بهاي الأثناء الطفل اكتسب عادات جيدة من خلال التنظيف من خلال الالتزام هو وأهله لأنه زي ما كنتوا زي ما عرفنا الأكسز الأوبين أكسز للكلينيك بعتمد اعتماد تام على التعاون من الأهل والطفل خلال هاي التريتمنت يفضل نعمل كامسلين أو موتيفاشنال انترفيوز شي يعني كامسلين موتيفاشنال انترفيوين هون بنكون نشجع الآباء على موضوع التنظيف المستمر بنشجع على الآباء على التزام بزيارات لعيات الأسنان على استخدام التلفزيون على استخدام معجون الأسنان اللي فيه فلورايد بشكل مستمر على مراجعة عيات الأسنان فهون بيكون محتاجين دعم من خلال الطاقم الطبي في عيات الأسنان هذا هو المقصود بالكامسلينج والموتيفاشنال انترفيوز طريقة تانية هي أنه نعمل سيلينج للإنتيار كيري وستوث هاي التكنيك أول ما طلعت طلعت بفترة الألفين وستة واسمها هال تكنيك على اسم الشخص اللي أول مرة عملها وهو حكينا شخص أسكتلندي أو طبيب أسنان أسكتلندي عمل هاي التكنيك بحيث أنه يحط الستينيس ستيلي كراون على كفيتيت سيمتوم لس دي سيدي وستوث بس بدون استخدام لوكال أنستيزيا بدون ما يعمل كيريز ريموفل فقط بنظف الكفتي من بقايا الطعام تنظيف عادي يعني مش كيريز ريموفل بدون ما يعمل توث ريداكشن يعني عندما نحط الستينيس ستيلي كراون أكيد رح تتوقع أنه لازم نعمل ريداكشن للتوف لا في هاي الها التكنيك أو هاي الحالة ما منعمل ريداكشن للسن طبعا أول ما طلعت هاي التكنيك زي ما ذكرنا بال2006 كانت يعني تعمل بريكداون لكل القواعد اللي تعلموها الناس أو دينتست في رستوراتيف دينتستري أو كل القواعد اللي نذكورها في كتب رستوريشن أو رستوراتيف دينتستري السمنتد كراون هون عادة بنعمله سمنتشن بجلاس أي نمر سمنت أول ما ينحط بيكون شوي عالي بيكون الأكلوجن مش 100% بينتصح الطفل أو بينعط معلومات هو وأهله إنه خلال أسبوعين لأربع أسابيع بترجع البيت لوضح الطبيعة وترجع ريئيستابلشت هاي التكنيك حكينا هالكراون على اسم السكوتش دينتست اللي أول واحد عملها وبلش وتتصير فيما بعد نتائج عليها للأمانة العلمية يعني إنه الكلينيكال ترييلز بينات excellent results لهاي التكنيك قد يكون مرات جربوها أفراد معينين وما زبطت ولكن الكلينيكال ترييلز بينات نتائج كويسة زي ما احنا شايفين هون هاي سن ديسيديوس كيريوس symptomless مفروض أجل مريض بدون أعراض على هذا السن يعني ما بنفع أنا يكون عنده أعراض وأحط له إياها نحطت عليها السن السيدي كراون هاي بعد ست أسابيع بلش يصير فيه ري استابلشمنت للبيت الصورة الثانية في الكتاب لسه البيت كانت مفتوحة السيدي كراون هذا اللي نحط على بيضمن يحافظ على السن لحد مرحلة الناتشرا لحد ما يطلع السن تحته وينخلع هاد أو يتبدل غير عن كل اللي تعودنا عليه وغير عن كل اللي درسنا بالنسبة للأطفال أكيد مريحة ممتازة جدا لأ رح يضطر لأناسيزيا ولا بين ولا مشاكل ولا كنترول ولا وبالنسبة للطبيب طبعا إذا كانت فعلا الكريتيريا أو بتعمل تلك الكريتيريا فعلا كان السن سيمتوم بلس فممكن تكون نتائج جيدة دكتور أبدأ أسأل تفضلي مايا طب هلأ سؤال يعني البكتيريا البروغريشن ما بيكمل لأنه البكتيريا ما بتلاقي تغذية بالضبط هاي هي الفكرة الأساسية أنت بس بتشيلي إذا فيه دي بريز مثلا فود جو الكافيتي بتشيليها براشنج عادي تنظيف بتحطي غلاس أينه مرسمنت طبعا الكافيتي نفسه بتعب غلاس أينه مرسمنت والسمنت داخل الكراوم السمن الساسي الكراوم بتلزقي عليه هلا اللي ممكن نعمل هو أوكي ما عم نعمل الريدكشن بس ممكن بهاي الحالي شو نعمل بإنشاء جزء من بهاي الحالي الميزي المارجن لعشان يصير فيه سيتنج بس للكراوم مرات يكون فيه سبيس وما منضطر نفتحه نقدر نحط اشي فلورايد ريليزينج يكون برضه اما هو احنا نحط غلاس أينه اه اشي أحفظ من غلاس أينه اه اه طبعا الشيء المستخدم مع هاي التكنيك هو غلاس أينه عشان زي ما ذكرتين نستفيد من الفلورايد ريليزينج اللي بيصير منه بهاي الحالة اللي فلورايد او الايونز هاي الموجودة بتشجع على الري منيريليزيزيشن اللي ممكن يصير فكرة انه احنا نظفنا الكافتي وسكرنا اه اي دخول للبكتيريا سوري للشوغرز والكربوهايدرات وتكون البيوفيل فالبكتيريا اللي قريدي كانت موجودة في البيوماس هاي خلص يا رح تصير دورمنت يا رح تموت وتتحول التكنيك بس لازم يكون شاطر هو يتطبرها هاي التكنيك او المنجمنت الثالثة انه نعمل زي ما ذكرنا مبارح في المعانجة اللي بتصير في البرمنت دنتيشن لوين لازم نضل احنا ننظف البرب لوين لازم نشيل الزفت ذكرنا انه احنا منترك جزء من الزفت طبعا في الفلور ما من اللي على الوولز لازم نشيله ولكن شيء قريب من البلب روف او من البلب هونز ممكن ما نشيله عشان نتجنب risk of bulb exposure الـ اي تروماتيك رستوراتيف تكنيك او اللي هي ارت بتتذكروا مرة وين حكيت انا كلمة ارت مرة حكتلكم عن هاي الكلمة تستخدم بشيء معين حدا متذكر حاولوا تذكروا الـ اي تروماتيك فكرة selective care is removal تذكرتي مايا انا مش تذكرت بس انا بعرف معناها انه ما نستخدم اشي روتوري او هيك بس نعمل excavation مصبوط بس ذكرتلكم اياها خلال هذا تشابتر قبل او خمس محاضرات شيء زي هيك هلأ بذكركم فيها فكرة انه نستخدم hand instrument ما نستخدم زي ما ذكرت motors او rotary motors نستخدم restorative materials ما بدها isolation مثلا ما بدها مش sensitive للhumidity مثل الglass اي نمر هون احنا منطبق الاشي اللي اسمه eight traumatic restorative technique واول ما طلعت هاي الطريقة كان الهدف منها تستخدم في deprived areas المناطق النائية المناطق اللي ما فيها resources المناطق اللي فيها ناس فقراء بشكل اكبر ما في access to electricity والwater ما في مجال يكون في dental clinics ولو في مع هالخدمات اللي تقدم فالart technique مناسب له هاي الاماكن less stressful and less painful for the child than the traditional restorative treatment خاصة الارت انا ما بضطر اذا اعملت للطفل سواء selective care is removal ما بضطر اضل احفر filling او بشكل عميق ما رح حصير عنده sensitivity ولو استخدمت الارت فانا اساسا مش رح استخدم اي rotary instruments او اي يعني hand pieces احنا منعتمد على الhand instruments الاشياء اللي نستخدم ها بايدنا مش رح نضطر نستخدم local anesthesia اذا خاصة مع الارت فبالتالي كل هاي الامور بتخفف من nervousness عند الطفل بتخلي هاي التكنيط مناسبة جدا للاطفال اللي عندهم خوف من دكتور الاسنان واللي واجهنا مشاكل في behavior management اللي الهم طبعا اول دائما بتدخله في بالكم انه لازم نحاول مع الطفل behavior management demineralized dentine is removed with hand instrument اذا طبقنا الارت طبعا and cavities are restored with a high viscosity glass اي نمر cement the adjacent fischers are sealed with the same material حكتلكم عن الارت تكنيك عند لما مرة ذكرنا وفرجتكم الفيديو ل الگلاس اي نمر fisher sealant اللي بنستخدم فيه الاندكس تكنيك او الاندكس finger عشان نعمل adaptation لالگلاس اي نمر داخل الفيشر هاي تعتبر من احدى الارت تكنيك انه احنا ما بنستخدم sophisticated instruments ما بنستخدم شغلات بدها تعقيد وتشغيل واشياء لا ببساطة بنحط application للمادة اذا كان فيه عندنا cavity بننضخها بالهاند زي excavator مثلا وبنحط الگلاس اي نمر بنعمله adaptation بالاندكس اذا تتذكروا حسب الفيديو الناس بده ممكن يحس بألام ممكن يضطر ياخد الانستيزيا ممكن يضطر يسمع صوت الهاند بيس خاصة الهاي سبيد وهي بتشتغل يدايق والمواد اللي نحط بتم رح تاخد وقت اكتر وبالنسبة للدنتس نفس الشي رح يضطر يعمل behavior management يعطي الانستيزية لطفل قد يكون التعاون او مش cooperative 100% فهي demanding من للتنم small lesions are managed by intra coronal restorations عادة اذا كانت lesions small من خلال حشوات عادية ولكن اذا كانت lesions اكبر نضطر نعمل stainless steel crowns وغالبا تحت هاي stainless steel crowns بيكون ياب البطومي ياب البكتومي what factors are relevant to choice of management قررت اي تكنيق او اي management بدي استخدم هل بدي استخدم no cavity preparation هل بدي استخدم هالتكنيك هل بدي استخدم selective care is removal ولا conventional او complete او non selective بناءا على شو بناءا على وضع الطفل بناءا على وضع اقامته مكانه وين عايشين هل اهله ممكن يرجعوه يتعالج هل سهو وصوله عفوا للعيادة سهل فيه سهول بانه يرجع يحصل على القدمات او العلاجات لعيادة الاسنام restoration نفسها ممكن تكون مش available فاضطر اعمال art مثلا فيه الاماكن النائية هل انا في مكان نائي هل انا في مكان فيه كهرباء مثلا the size of the legion and the age at presentation حجم ال legion واذا اجد طفل كل ما كان اصغر كل ما كان ال prognosis او ال outcome كان اسوأ ال avoiding وال pain وال discomfort هل هذا الطفل irritable هل هذا الطفل nervous بدي اتجنب اسبب له قلم خلال management فبالتالي رح اروح ل art مثلا all these approaches must be combined with encouraging the patient or parent to take responsibility to take care is control combine techniques in the same patient ممكن اضطر استخدم لنفس المريض ال art وال haul والselective حسب وضع الاسنان بدي احط في بالي في المنجمن لما اختارها time هل انا معاي مجال عشان اعمل selective care is removal هل معاي وقت هل عندي skills عشان اعمل complete care is removal وما ينتج عنه من ممكن يصير في بلبوتومي هل انا قادر على اني اعمل management عندي skills هاي كفبيب ال waiting list اللي عندي في العيادة انا مضطر مستعجل عندي مرضى كتير في الامرجنسي بره بستنوا وحسب كل هاي الامور لازم تتاخذ بالاعتبار عند اختيار management management بالنسبة ال permanent teeth management بدنا نحط في بالنا او الطبيب الاسلام بيحط في باله شغلتين اول شي هل رح يعمل conventional dental treatment او non conventional dental treatment ال conventional dental treatment عادة من نعمل preparation للتوث طبعا as possible as little as possible مش احنا يعني السن مش ببلاش ببساطة نشيل ونحضر لا دائما لازم نكون في بالنا انه as little as possible انه نعمل preparation this will be facilitated by the use of adhesive materials نحط الفilling غالبا بنلجأ للadhesive fillings اللي هم الكمبوزيتس والقلاس اي نمر ليه لانه احنا هلأ ذكرنا بنعمل little removal لتو structure فبنروح الاهديس materials عشان شغلات زي الامالغام بتعتمد على mechanical retention وتعتمد على design معين للكافتي عشان فعلا يكون في bulk للfilling وسر لretention تحديدا خلال تحطير الميزل أو distal surfaces ممكن بالغلط نضرب السن اللي جنبه اللي هو sound فبالتالي هاي ضربتنا بالبير ممكن للأسف تسبب فيما بعد انه يصير هذا surface rough وفيما بعد يصير سهل انه يتكون في lesion وش establish a contact point ممنوع مثلا لو كانت عنا proximal filling مش لازم نروح الpatient والcontact area مفتوحة يفضل نعمل re-establishment نعمل restoration للكont point ما بدنا نشجع على food impact the margins should fit which is a challenging issue تحديدا في cervical area لازم نحط المارجنز بطريقة مناسبة تكون حفاظها فعلا fitting على السن وتحديدا من منطقة cervical اللي معظم ذكات كتير يعني مش المعظم ذكات ريت قد يكون مش well skilled وللأسف ما يعمل management على moisture والتالي تصير infiting من ناحية cervical أو ما يعرف يوصل هاي المنطقة ما يعرف يعمل يعملها overhanged مثلا when replacing restoration بنا ننتبه هل السبب عندنا هو كارز جديد أو technical failure طيب إذا technical failure إحنا السبب كنا فيه المادة اللي استخدمناها التكنيك اللي استخدمناها شو الغلط يعني الدكتور اللي ما بدي جي يصلح حشوة اللي هو عملها بدي يحط في باله لو صار technical failure طيب شو السبب بدي أصلحه لأنه لو رجع كرره رح يضل يفوت بالrecycle تبعة restoration لحد ما يخلص السن repair of restoration rather than replacement تتذكروا مرة لما حكيت لكم أنه في بعض أطباء الأسنان ممكن يميلوا لشغلة أنه يحط composite filling إذا جزء من سن قسر جنب amalgam filling من باب أنه لو بدو يطر يعيد كل amalgam filling للأسف قد يكون ممكن يعني يشيل أكتر من sound structure وبالتالي تخرب cavity design أو ما يعرف أو تصير الحشوة كتير كبيرة مثلا أنا ضد أنه ينحط composite جنب أمalgam أنا ما بحبها ولكن في بعض الأطباء بيتتبعوا هاي التكنيك عشان يحاولوا يبعدون موضوع replacement يعملوا شوية لو جزء كومبزت طبعا أسهل بكتير يعني لو الجزء كومبزت اللي رايح ببساطة بيكون الموضوع أسهل بس أنا ما بحب أبدل أو أحد كومبزت بجانب أمalgam ما بحب هاي التكنيك صراحة طيب فيش مجال أعمال بغض النظر شو سوا ممكن ألجأ للآرت تكنيك اللي هي أصلا أول ما عملوها بديش أحكي بالأمدفولوب لأنها هي حاكي في كتابها طبعا الحمد لله لا فيش حدا واضح كلهم أول ما عملت الأرض كان الهدف تستخدم في الأماكن الفقيرة الأماكن النائية الناس اللي عندهم low income أو الـ countries اللي هي low income countries بحيث أنه ما في accessibility ل comprehensive dental treatment فإيجا موضوع الأرض بيستخدم فيها الهند instruments والجلاس المر المتيريال لأنه تعتبر مناسبة لهكذا approach It is now obvious that this approach also has invaluable application حتى في high income countries لأنه ممكن يكون في مرات مثلا دور الرعاية الصحية أو دور المسنين فرضا ما عنده مجال يتحرك ويحملوه على عيادة الأسنان صعب ياخدوه على عيادة الأسنان فبخاف مثلا عنده خوف من دكتور الأسنان بهاي الحالة ممكن هذا المسن ننجأ لموضوع الأرض فبالتالي ننجأ ل non-conventional treatment آخر طبيق بهذا التشابتر هو minimal intervention هل هو الحل اللي رح يستبدل restorative dentistry المinimal intervention dentistry مفهوم بيشمل الpreventive methods الكاريس control philosophy اللي بتشمل diagnosis اللي عبكير اللي بدري active lesions نعرف نحددها على بدري من أول ما تبلش تصير من أول ما تصير white lesions من خلال الassessment المستمرة والreassessment من خلال non-operative care اللي ذكرناهم الفلورايد application والfisher sealants كل هاي الأمور أما المinimally invasive treatment أو dentistry هون إحنا يعني لا مناص من عمل restoration مضطرين من restoration ولكن بهاي الحال يفضل نكون as preservative as possible ما نروح نشيل كمية كبيرة من natural structure إز minimal intervention dentistry ممكن تكون هي الحل بينها تبدل هاي الفلسوفي أو نظرة طبيب الأسنان ونظرة المرضى لموضوع restorative dentistry هل ممكن في يوم من الأيام care is control والintervention أو minimal intervention dentistry تحل محل restorative dentistry لا أعلم من هون لا الله أعلم لسنين قدام حسب الرسورس المتوفرة حسب على رأي الكاتبة إذا صار في فيز يتقاضاها طبيب الأسنان عن care is control لأنه في مرات كتير أطباء ما بيعملوها لأنه ببساطة بيعتبرها مضية على وقته هل رسورسز رح تصير تسمح يعني أكيد إحنا لما نعمل من خلال شغلات بسيطة رح نوف رسورسز أكتر بدل ما نفوت الطفل بيسايكل من رسوريشن ولما يصير أدلت يفوت بموضوع رسوريشن زيلي ما بتخلص وتذكروا دايما الصورة اللي أجد في الكتاب البنت للدينتست وبنت الهايجينيست كيف كان موضوع رسوريشن خلص يعني إذا بلشنا فيه على الأغلب إنه ما رح يخلص هيك بنكون خلصنا هذا الشابتر حدا عنده سؤال دكتور أنا نعم